في هذا الفيديو ستحلون أمثلة على الحسابات المتعلقة بالنشاط الضوئي للمركبات ابدأوا بالمثال الأول لديكم 0.300 جرام من الكوليسترول الطبيعي الرسم الذي أمامكم هو تمثيل الكوليسترول الطبيعي وهو مركب نشط ضوئيا هذا الجزيء مذاب في 15.0 مليلتر في مركب الكلوروفورم وضع هذا المحلول في أنبوب مقياس استقطاب طوله يساوي 10 سنتيمتر في هذه التجربة تبلغ زاوية الاستقطاب عند درجة 20 سلسيوس باستخدام طيفين بعث السوديوم D سالب 0.630 درجة المطلوب هو إيجاد الزاوية النوعية للكوليسترول تعلمتم في الفيديو السابق التعبير الآتي الزاوية النوعية تساوي زاوية الاستقطاب مقسومة على تركيز المحلول C مضروبا في طول الأنبوب L عوضوا الأرقام المتوفرة لديكم في هذا التعبير لإيجاد المطلوب في المسألة الزاوية النوعية تساوي زاوية الاستقطاب وهي سالب 0.630 درجة مقسومة على تركيز ضرب الطول تركيز المحلول ويساوي 0.300 جرام على 15 مليلتر ضعوا هذا المقدار في المقام واضربوه بطول الأنبوب الوحدة المستخدمة للتعبير عن طول الأنبوب هي دي سيمتر طول الأنبوب في هذا المثال يساوي 10 سنتيمتر وذلك يعادل واحد دي سيمتر إذن تعوضون الرقم واحد في المقام هنا احسبوا القيمة الناتجة تستطيعون الاستعانة بالآلة الحاسبة لإيجاد المطلوب اكتبوا هذا التعبير في الآلة الحاسبة سالب 0.630 تقسيم 0.300 على 15 ضرب واحد والناتج يساوي سالب 31.5 وهذه هي قيمة الزاوية النوعية للجزء في هذا المثال إذن الزاوية النوعية عندما تكون درجة الحرارة 20 والضوء المستخدم هو طيف انبعاث السوديوم دي تساوي سالب 31.5 تعلمتم سابقاً أن قيمة الزاوية النوعية لا يستخدم لها وحدة قياس لكن يمكن أن تجدوا رمز الدرجة مستخدماً للتعبير عن هذه القيمة في بعض المراجع انتقلوا إلى المثال التالي المطلوب منكم في هذا المثال هو حساب الفرق بين نسبتي الآيزومرين المرآتيين أو ما يعرف بالنقاوة الضوئية وذلك من خلال المعادلة التي أمامكم تطرحون نسبة الآيزومر الأقل تركيزاً من نسبة الآيزومر الأكثر تركيزاً المطلوب منكم هو حساب النقاوة الضوئية في كل من الحالات التالية في الحالة الأولى، إذا كان المحلول يتكون من آيزومر واحد وهذا كما في المثال السابق، في تلك الحالة كان هناك آيزومر واحد ولذلك فإن نسبته في المحلول هي 100% ونسبة الآيزومر الآخر تساوي 0% إذن النقاوة الضوئية تساوي 100% ناقص 0% وتساوي 100% لذلك نقول أن هذا محلول نقي ضوئياً انتقلوا إلى الحالة الثانية في هذه الحالة، احسبوا النقاوة الضوئية لمحلول يحتوي على كميات متساوية من الآيزومرين تعلمتم سابقاً أن المحلول الذي يحتوي على كميات متساوية من الآيزومرات المختلفة لنفس الجزيء يسمى بالخليط الراسمي بما أن التراكيز متساوية للآيزومرين هذا يعني أن نسبة النقاوة الضوئية لهذا المحلول تساوي نسبة الآيزومر الأول وهي 50% ناقص نسبة الآيزومر الثاني وهي 50% والناتج يساوي 0% وهذا يعني أن النقاوة الضوئية لهذا الخليط الراسمي تساوي 0% وهذا يدل على أن الخليط الراسمي غير نشط ضوئياً لأن هذا الرقم يعني أن محصلة الدوران للجزيء تساوي صفر أي أنه يخرج من الأنبوب بنفس الاتجاه الذي دخل به الأنبوب انتقلوا إلى الحالة الثالثة في هذه الحالة تركيز أحد الآيزومرات يساوي 75% وتركيز الآيزومر الآخر يساوي 25% وهذا يعني أن النقاوة الضوئية تساوي 75% ناقص 25% وتساوي 50% هذا يعني أن هذا الآيزومر يزيد تركيزه على الآيزومر الآخر بنسبة 50% وفي هذه الحالة نقول أن المحلول نقي ضوئياً بنسبة 50% انتقلوا إلى مثال آخر لديكم خليط يحتوي على جزيئات كوليسترول طبيعي وجزيئات الأيزومر المرآتي لهذا الكوليسترول الزاوية النوعية لهذا الخليط عند درجة حرارة 20 سلسيوس تساوي سالب 27 المطلوب هو حساب النقاوة الضوئية لهذا الخليط وحساب النسبة التي يشكلها الكوليسترول الطبيعي في الخليط استخدموا المعادلة في الأعلى لإيجاد القيام المطلوبة ترون في هذه المعادلة أن النقاوة الضوئية للمحلول تساوي الزاوية النوعية المرصودة مقسومة على الزاوية النوعية للآيزومر النقي ضرب 100 عوضوا القيم التي لديكم في هذه المعادلة النقاوة الضوئية تساوي الزاوية النوعية المرصودة وهي في هذا المثال تساوي سالب 27 مقسومة على قيمة الزاوية النوعية للآيزومر النقي رأيتم في المثال السابق أن الزاوية النوعية للكوليسترول الطبيعي تساوي سالب 31.5 اكتبوا سالب 31.5 هنا واضربوا المقدار في 100 تستطيعون استخدام الآلة الحاسبة لإيجاد الناتج لا داعي لتعويض الإشارة السالبة في الآلة الحاسبة إذن 27 تقسيم 31.5 ضرب 100 والناتج يساوي 85.7 وبالتقريب يصبح هذا الرقم 86% وهذا هو المطلوب الأول والآن احسبوا المطلوب الثاني وهو النسبة التي يشكلها الكوليسترول الطبيعي في المحلول حسناً إن النسبة 86% هي نسبة الزيادة في تركيز أحد الآيزومرين افترضوا أن الآيزومر الأعلى تركيزاً هو الكوليسترول هذا يعني أن نسبة تركيزه تزيد بمقدار 86% على نسبة تركيز الآيزومر الآخر النسبة المتبقية هي 14% وهي عبارة عن نسبتين متساويتين من تركيز الآيزومرين أي أن النصف الأربعة عشر بالمئة عبارة عن الكوليسترول والنصف الآخر هو الآيزومر الآخر إذن تركيز الكوليسترول يشكل 7% إضافية وتركيز الآيزومر الآخر يشكل 7% المتبقية ما هي محصلة تركيز الكوليسترول من هذا المحلول؟ نسبة الكوليسترول الطبيعي تساوي مجموع 86% زائد 7% وتساوي 93% وهذه هي إجابة الجزء الثاني من السؤال 93% من هذا المحلول هو نسبة تركيز الكوليسترول تستطيعون التحقق من ذلك على النحو الآتي أولاً يجب أن يكون مجموع نسب تركيز الكوليسترول والآيزومر الآخر مساوياً لـ 100% تركيز الكوليسترول هو 93% وتركيز الآيزومر الآخر هو 7% ومجموع ما يساوي 100% الطريقة الأخرى هي بحساب الفرق في النسبة فالنقاوة الضوئية تساوي نسبة تركيز أحد الآيزومرين ناقص نسبة الآيزومر الآخر وفي هذه الحالة 93% ناقص 7% وتساوي 86% وهي القيمة التي أوجدتمها في الخطوة السابقة وهكذا تعلمتم في هذا الفيديو كيفية حساب القيم المتعلقة بالنشاط الضوئي للمركبات